موسيقى اللجنة العالمية كما كانت حقيقة ما كانش فيها معناها قرار وسمعنا اللي فما معناها ناس موجودة في اللجنة العالمية مش نرجع شوية التاريخ ولكن الأسماء اللي كانت موجودة فيها عرفناهم بالوجود وبالتواجد معناها وخروجهم في الأعلام كل وبينصير كانت نصاف بن علي اللي راها هي معناها اللي خدمت حقيقة معناها الموضوع تقريب منذ سنة الآن إلى يومنا هذا بالمرصد منتع الأمراض المستجدة عملت عمل كبير مع فريق متاح وكانت تقريبا متواجدة أكثر ما يمكن في اللجنة وخارج اللجنة كذلك معناها حتى من الناحية الأعلامية ويمكن حتى معناها سياسيا وذي يمكن أن اللون الوحيد اللي ممكن نعمله لها اللي خرجت شوية من نطاق العلمي يمكن حتى معناها دزوها في السياسي واختولت ناطقة رسمية لوزارة الصحة هذا اللي خلى معناها يمكن للوزير الحالي حس اللي هي معناها ممكن تاخد في بقعة سياسية اللي هي معناها ممكن مش من مشمولات حقيقة كنت نخير لي ما تكونش معناها معناها لابعاد متاحها بالطريقة ذي لأن أشوف اللجنة العلمية هي لجنة علمية في حد ذاتها وانا كنت قلت قبل اللي اللجنة العلمية ملازمش يكون ترأسها أي حد سياسي يجب أن تبقى علمية بأتمعنا الكلمة حتى الوزير معناها أنا كنت رأى لي ما يترأسه شي لأن طبيعة الحالة الوزير معناها عنده معناها سلوحيات هي سياسية وأخذ قرار لك بش تكون مستقلة حقيقة الراأة أنا شخصيا إقالة متاحها كعضو فعال في اللجنة معناها نعتبرها خطأ ومش هي بركرة وفهم ناس أخرين خرجت من اللجنة العلمية اللي هي علمية حقيقة مثلا أنيس كلوز اللي كان موجود فيها اللي هو معناها بتاع الاستفات هو صيدة لي علمياً مستوى عالي وتبع في كل ما يجيقع معناها في الكورونا منذ سعام تقريباً معنا نتابعهم معناها ونشوفش قاعد يقع خروجوا من اللجنة معناها بصراحة نعتبروا نوعاً ما إضعاف اللجنة ما تنجمش تبعد السياسة على الوضع رو كل شي مرتبط ببعضه وفي العالم كله رو مش حتى في تونس خالينا نكونوا واقعين معناها ما نجيش نقوله تونس وحدها استغلال صحيح اللي احنا ما نقولش استغلال سياسي ولكن الوضع السياسي متاعنا في تونس خلى الأمور يمكن تمشي فيه منحناه اللي هو معناها ما يرتبطش برشا بالناحية العلمية حقيقة تعرف احنا الوضع السياسي متاعنا حكومة كانت تقبله في البوجة الأولى وبعد ناحات الحكومة قعدت الوزارة مغير وزير صحة جاي وزير معناها في فترة معاينة كمعناها وزير الشؤون اجتماعية بالنيابة ثم جاي تول وزير الحالي فوزي مهدي لذا كله خلى اللي فما نقولش ارتباك ولكن عدم استمرارية الوحيد اللي كان مستمر في هذا كله تقريباً هي اللجنة العلمية معناها والقرارات اللي تخذها برشا ناس يسحبوا اللجنة العلمية تاخذ القرارات يرى اللجنة العلمية عمنا ما تاخذ القرارات هي تعطي النصائح تعطي الأشنور يتراه في الوضع الحالي وتقول فلا هذي اللي يجبنا نعملوه باش نقصوا من عدد الحالات ومن عدد العدوى ولكن القرار دائماً سياسي كورونا معناها ما وقفتش بالكل واللي قاعد يتبع في العالم وقاعد يشوف العداد معناها تقراب من إيطاليا مثلاً وسلو سنك سون دي ساي مع خمسمائة وفاقات في اليوم معناها ما زال الموضوع منطور زيد على هذا معناها عنها السلالة اللي هي الانجليزية وجنوب أفريقية زيدة دونك مش يقولي الوضع مستقر ما نقوله غالط الخطر في الأخر احنا مش نزازيرة معزولة وقاعد تشوفوا في الشوارع حتى حد ما قاعد يعمل في الإجراءات معناها تسايب كامل كامل قاعدين نلاحظوا تور وممكن أنا عندي الأرقام قبل ما يوصلوا للناس وخيرين قاعد نعرف لي فما ارتفاع جدي في العدد الأرقام ومالبارح شفتوا العدد الأرقام المتاع الناس اللي هي إيجابية وصلنا 1800 معناها رجعنا من جديد في عدد تصاعدي وهذا يخوف برشا يخوف عليش خطر إحنا تور معتش عنا حتى إجراءات في البلاد اللي هي الناس قاعدة بمعناها معتش تعيش حياتها حتى من سياسيين يخرجوا يعمل مظهرات ولاية وكل شي هذا كله بشي عاود يرتفع العدد بخطر دهم موجود قاعد فما ارتفاع في العدد الحالات الارتفاع في هذه الحالات بشي خلي أكثر ناس تمرث بطبيعة الحال ناس تمرث في مشيور اسميطارات وإحنا نعرفه الإمكانيات متاعناها محدودة ديجا توا اليوم عنا ديجا برشا مناطق في الجمهورية وبالذات في تونس العاصمة اللي هي وصلت لحد الامتلاء كامل هذه مهمة برشا منها ترانسبرانس تكون معناها لكسي معناها المعلومات متاع التلقيح واضحة جدا معناها الفئة العمرية اللي ممكن ناقص هو نوع من الشفافية رغم اللي هو النظام معناها ما نقول لكش اللي هو محبك ولكن تنجم تفلت وذي اللي شفناها معناها فما ناس معناها وديما يقولوا مثالتون سيلياس رقي غير باليحاحي ولكن هذا معناها اللي خرج على النظام اللي يطبق حقيقة يلزم يقع معناها ما يقول لكش الإشهار به ولكن معناها لازم يكون فهم مرادة على خطر ما كانش تدخل بعضها الكوفاكسراي في الأخر هي ما تقول لكش هي قطات الأولويات أذين نحكينا عليها اللي هي مثلا القطاع الصحي يسبق القطاع القطاعات الأخرى ما حددش الأعمار هي في الكوفاكس عمرها محدد الأعمار ولكن شكوني ياخذ القرار شكوني حقيقة معناها يعرف اللي هذا معناها في الواجهة هذي مش في الواجهة كذا هو الوزارة الصحة واحنا توانسا ما تجيش الكوفاكس تقول لك فلان وفلان وفلان أي فلان وفلان لا معناها في الأخر ما تدخلش في هذه الأمور خطر سيادة متاعك تبقى وعندك سيادة متاعك في بلادك ويمكن معناها هما وسعوا شوية خطر فما برشعة وزوف زد أروا منساوش وقت تحل انتي مثلا البوكس متاع التطعيم مثلا ناخد الفايزر عندك مهلة معناها باش تستعمل وذي كانوا بعد يفسد دونك أنا ميزمنيش يزاين نطبق معناها بحذافيريه للواحد أنا ممكن الفكرة اللي قاد نخم فيها ليوم الصباح يجب نلقوا طريقة باش نعملوا ما نهران إذا كان مثلا أنا معمل على مياه يبشيوني اليوم جاوا خمسين وقاعدوا خمسين ما جاوا شوانا حال البوكس مش عمل بيه العدد ذاي نعمل كلامه في آخر وقت قولهم إجاوا أعملوا التلقيح متاعكم خطر رو مازال عنا تلقيح باش تكون أمور وهذي بشفافية بطبيعة الحال باش نتفاداوك التلقيح اللي ما تستعملتش في نهرتها وذي مشكلة رو خطر حنا عنا عدد محدود متعتراقية وما نجموش يعادا نبذلوا فيهم طبيعة الحال المذابين نستعملوهم كلهم كما يجب أنا الراء اللي هو خذاي قرار رئيس جمهورية نتكلم عني خذاي قرار قنا ما نلقح إلا ما لقحوا الناس أخرين ويجي في الفئة العمرية متاعي باللسه باس مسجل كينسب كله ويستنى في الدورة متاعه باش يمشي لقح نتصور قرب بدا يقرب في الفئة العمرية اللي هي متاعه معناها هو قرار خذاه مش تقولي إيه يقولك لا إحنا عقليتنا رأي مش عقليت فرنسا ومش عقليت دعك تشوفوا الوضع بتاعنا في تونس وضع معناها ولا كباش نقول معناها الانتقاد ساهل برشا يقولك متواها وقالوا له علش ما لقحتش باش تعطي المثلة لغيرك ولكن في الأخير إذي كان لقح زي يقولك شبيه هو لقح ما هو عمر وكذا بل خلينا لا سؤال معناها حقيقة نخليك في ارتيبك متعرش شنوش تعمل دونك أنا جو أنا بصراحة الرأي اللي تبع هو ذاك الصحيح لا ملزمة ملزمة خطره احنا وعندنا قانون اذي قانون تعدى في المجلس النبي الشعب وصادق طريق حكم وذاك هو كان كونديسيون سينيك وانون معناها باش تعدى يبعث الخطر هذي بلدان العالم كلها ري عندها قوانين خاصة بها ما عملتش قوانين خاصة بالقبل واحنا كان ممكن يكون عنا قانون خاص بنا اللي هو بتاع المسؤولية الطبية ويوضح الأمور أكثر معناها مسؤولية الطبية حق المرضى اللي هو الآن باشتعدى في المجلس أسبوع يفات أسبوع جاي ولكن القانون ما دا ما اصدر ويعمل صندوق إذا ما الصندوق هذي يقع تعبئة متاعه معناها من المواد اللي جي من عند الدولة بطبيعة الحال كما موجود في القانون وتعويض تجي عن طريق هذا صندوق معناها ما دي ما فيهاش جدل لك ولا معناها موضوع معناها ما قانون ما عادش فيه دونكيلزم الصندوق هذا هو الصندوق تابع وزارة المالية رو في الأخر والصناديقة دي تتعمل ستتو انكيس معناها تابع وزارة المالية سي و الموارد بتاعه تجي عن طريق وزارة المالية بتابعة الحال بميزانية الدولة وفما في الموارد نعرف احنا في الميزانية بتاع الدولة فما دائما نسميوها مك الموارد مش الموارد اللي هي الميزانية الخاصة اللي تكون للطوارع يظهر لي في هذا الإطار ممكن يقع معناها تزويد الصندوق حسب الحالات طبيعة الحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر